دكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق صرح في برنامج ونشرت وجريت الشرق أيضاً أنه الدكتور مرسي الرئيس الشهيد رحمه الله صرح أن قال على جوز سيتي أن الشيخ علي يفضل في الإفتاء ما مدى صحة هذا الكلام ولماذا لم يمدد الدكتور محمد مرسي للشيخ علي في منصب الإفتاء هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سلنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الحقيقة الشيخ علي جمعة اتفق أو اختلف معه في قضية علمه لكن الرجل على علم يشئنا أم أبينا الإنسان الذي يدرس أو يقيم لا الرجل عنده علم ليست المشكلة في علم علي جمعة المشكلة في الفهلاوة التي يتعامل بها علي جمعة في كثير من القضايا سواء الدنيا أو السياسية يعني والعباء التي يرتديها وأحيانا بتبقى أوسع منه قليلا أو أوسع منه كثيرا بتوسع منه ومشكلة الشيخ علي اللي يعني الحقيقة والله أتمنى يعني مخلصا من قلبي إن ياخد بهذه النصيحة خفة شخ علي خفة من الإعلام الإعلام مش بزازة في يد طفل ما يبقى يبقى صعب يطفطم عنها يعني بقت في ناس احنا ملاحظينها في الخطاب الديني عندك علي جمعة سعد الهلالي خالد الجندي في الخطاب التاني عندك خالد منتصر إبراهيم عيسى فاطمة نعوت إسلام البحيري المهم موجودين في الميديا ولو بيتشتم بس ما بتبقى في الخطاب الديني بتبقى صعبة ما بتبقى من المشايخ صعبة فدائما سعد الهلالي عايزي بقى خالد الجندي طبعا ده يعني رقم واحد وقبل منه يعني هو خالد الجندي وعلي جمعة أكتر اتنين يعني يليهم سعد الهلالي مش يليهم في الشولة يليهم في إنه دائما يحبوا موجودين حتى لو بالشتين حتى لو بالنقضة حتى لو بالهجوم فدي مشكلة شيخ علي طبعا صرح في إنه ده كلامه عشان بس بيقولك أحدهم أنه حضر حادثة عجيبة قال إنه كان مع مرسي في المطار وكان يشرب قهوة وسمع صوت مرسي يملأ المطار راح يشوف فيه وكان فاكر إن فيه مصيبة فأجد أن شخصا اقترح على مرسي تمديد سنة للشيخ علي جمعة فقال مرسي على جثتي إلا الشيخ علي طيب أولا يعني القصة كده برمتها نخعة نخعة من اللي ألهاله أو نخعة من شاء الله أعلم مين صاحبها يعني لإني مرسي وصوت وعالي طب يعني مش بحتاج مرسي يعني مش هاي بعد راح في المطار كأن المطار ده مرسي رايح يعارى للكويت ولا للسعودية ورايح ناس معا بيودعوا بالأوتوبيس أوتوبيس من كده خاص ريحين وفي المطار وهي صومغة والراجل داعب بيشرب قهوة يعني رئيس المفروب بيطلع من مكان خاص في طيارة خاصة وده قاعد بيشرب قهوة أو سيف قال لك فيه مصيبة فإيه قال لك على جسيتي إلا الشيخ علي ليه يعني الكلام طبعا مش مستهلة مبالة مفابرك وأنا طبعا الكلام ده برضو نلاحظته فقبل كده في كلام الشيخ علي عن الإخوان أي كلام لما الشيخ علي بيتقال عن الإخوان المسألة عنده عاملالواوا يعني فيه تعويرة جامدة بالنسباله دائما مش موضع إنصاف عنده زي حكاة اللي شاب اللي حبه يتلوه وقال لك إيه لا أنا اختفى يعني يعني أنه ولي من أولي الله الصالحين يا سيد الله يوفقك ما عنديش أزمة ربنا يعينه ويبقى من أولي الله الصالحين لكن المهم يعني تستقيم طريقة الإنسان في في الحياة والدين والتعليم والعلم يعني فأولا دي قصة اتنين يعني نخع بينا فيها قوي ده واحد اتنين هو السؤال هل أنت التمديد لك حق مشروع حرمك منه الدكتور محمد مرسي الحياة لا يعني أنت عينت بسلطة مبارك في زمان مبارك ماشي وانت اشتغلت في الإفتاء وعملته وأنجس فيك عمل مؤسسي بنشهد لك بذلك الحقيقة يعني لكن جاءت مستجدات في مصر لا يملك الدكتور مرسي ولا الإخوان ولا أي أحدا يتجاوزها في ثورة اسمها ثورة يناير ثورة يناير أتت بأن كل شيء يأتي بالمؤسسات بالانتخاب طيب بدليل أن ثورة يناير بالانتخاب جاء بخصوم لمحمد مرسي وللإخوان جاء برجاد نصار ده لا ثورة ولا ثورة يناير ولا يحب الإخوان ولا بيحب مرسي الانتخابات جابيتوا رئيس جامعة القاهرة إذا القصة عم علي مش بقى قصة إن طار بقى كإنك أنت يعني جيفارة الثورة ثورة الثلاثين يوني المضادة يعني وإن الإخوان كانوا شعينك على كتفيته مزعقين لا بالعكس هي الحقيقة أن الإخوان فكرتهم عنك مش لطيفة بمعنى ليه مش لطيفة يعني إيه مش لطيفة إنك بتلعب على الحبال كلها ده فكرتهم لأنك بدأت حياتك العلمية بإنك حققت كتاب شهيد المحراب عن عمرو الخطاب ليه الأستاذ عمرو التلمساني طب عمرو التلمساني مش عالم يعني أنا النهاردة لما جاء أقلب في دماغي عمرو التلمساني مش في عالم وأنا مفكر له ثقل يعني رجل داعي محترم على رأسي من فوق لما يكتب كتاب إيه القيمة إن أنا النهاردة عصمت ليه ما جاء حققه له الحقيقة لو تعرض عليها العمل ده أرفضه حتى لو أنا كنت وقتيها في الإخوان واتكلفتي من الإخوان مش عامله فإنت سعدتك متطوعا عملت عمل زيه ده ليه يعني ده برضو دلالة على إني مفيش منطقية في إيه التعامل ده واحد فالإخوان دي فكرتها عنك اتنين الفكرة اللي عن دي الإخوان عنك وأنا مقول لك بأمانة يعني وكان قال هلوم الشيخ العسال الله يرحمه الدكتور رحمة العسال قال لهم إنك إنت أمناجي يعني وإني فيه تعامل لك مع الأمن وده لابد الناس ايه احترز من التعامل معه فدي الفكرة اللي عندي اللي يكون دا من الملف ده وده مروش علاقة بين أكتب مفتي أو غير مفتي دي نقطة النقطة الرابعة أو التالتة صورة يناير ما يقدرش الدكتور مرسي النهاردة يجيب رمز معروف كان يعني من أول آخر لحظة مع مبارك فإني والله تعالى هو أمدد له لا ما يقدرش الرقطة الرابعة إن العمل المؤسسي في الجمهورية المصرية آنذاك تم بالانتخاب شيخ لازر بقى بالانتخاب والإفتاء بقى بالانتخاب والجامعات والكليات عمادة ورئاسة بالانتخاب طيب فإنت مددك انتهت فلابد يتفعل ولو لم يفعلها الدكتور مرسي كان زمارك الحظ النهاردة مفتي بيتمدد لك زي ما تم التمديد لدكتور شوق علام المفتي الحالي بالمخالفة لمادة وقانون دار الإفتاء اللي هو أقر الدستور فإذن دي النقطة الأمر الأخير ما كانش يقدر الإخوان والصورة والناس بعد التسريبات اللي حصلت من أمن الدولة نفسه يعني مش أمن الدولة اللي خاز وقفة الدكتور علي لا هي اللي حصل الملفات لما راح الناس يفتحوا مقارات أمن الدولة وده بتدبير من الجيش من العسكر تركت لهم لقوا ملفك ولما لقوا ملفك لقوا مصايب سوداء أمن الدولة مسجلها عليك فهو لما عملوها عليك أمن الدولة ملف ملاوي سوداء طبعا اتكلمتي عنها في يعني فيديوهات سابقة اللي يرجع إليها يرجع إليها فإنت عايزي الدكتور مرسي والإخوان والجن الأزرق بعد هذا التاريخ الحافل والملفات والدنيا بأي عين واحد يومس هيجرؤ يطرحك كمفتي الأمر الأخير طب مرسي والإخوان استبعدوك الأولى يستبعدوك عشان يجيبوا مفتي إخواني بس دا ما حصلش بل بالعكس كان الأكثر قبولا وترشيحا من العلماء إن يترشح للمنصب حد يعني كان على علاقة بالإخوان وكان من الرز وثقيل علميا وأنت تحترف له بالعلم وغيرك لف على كل الأعضاء وقال لو انت خدتوني هستقيه وحرككم وخلاهم سحبوا ترشيحهم اللي هم مش إخوان المرشحين ورشحوا للعلم وليس لإنه إخوان ولو كان لرأى الناس فعلا شخصية ثقيلة علميا وتقيلة وموزونة ووازنة علميا ومعروف مش عزاول اسمه معروف اسم الرجل إذا لا الإخوان حطوك في دماغهم ولا حطوك عشان يجبوا بديل ليهم تبعهم ولا كان دا كله القصة كلها هذا ما جنته يدك يا عم علي ولم يجني عليك أحد فأنت أما تحب تقلب في الدفاتر الأديم أقلب في دفاترك وليس في دفاتر الإخوان وارجع لبقى الفيديوهات بتاعتك الأخيرة دي اللي انت بتعملها في الشهادة وغيرها انت بتدين العسكر مش بتدين الإخوان للأسف في كثير منها ربما نتعرض لبعضها نسأل الله سبحة تعالى أن يشرح صدورنا وياكم لكل خير اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته